لتصرحات جزوالدو فريرا بعد نهاية المباراة فريرا قال إن الشوت الأول كان جيد ولعبنا فيه بكسافة كبيرة لكن وجهنا صعوبات أكبر في الشوت الثاني الأسباب متعددة قال كمان إن الجماهير يجب أن تفخر بلعبي نادي الزمالك هذا هو الفريق اللي بتحبوه هذا هو الفريق اللي يفوز أو نفوز معه بمزيد البطولات أو مزيد من البطولات في المستقبل كمان سوارش قال إن المباراة انقسمت بيننا وبين نادي الزمالك نادي الزمالك أجاد واستحوز وسجل في الشوت الأول سجل الزمالك هدفيه بسهولة وهما أثر على الفريق واستغل هذه الظروف ليكون أفضل منا في المباراة وقال إن بصراحة الأهداف اللي داخلت مرمونا كانت سهلة للغاية ومسابة المنحة للزمالك الهدف الأول جاء من خطأ جسيم والهدف الثاني نفس الشيء والغريب أن ذلك لم يكن نتيجة للضغط هجوم الزمالك كله كان أسرع من دفعنا وحاولنا الحد من فارق السرعات بين الشوطين حاولنا إصلاح الأمور وخاطرنا بتغيير القطة ودفعنا بكل أوراق ناستان التفوق في الشوت الثاني تخلنا أجواء المباراة سجلنا الهدف الأول لكن الزمالك كان متفوقا دائما في الكرات العالية طيب دي تصريحات سوارش دي تصريحات سوارش بعد المباراة وتصريحات في منتهى الأهمية تديك دلالة تديك دلالة أنه لسه مش شايف لسه مش عارف ولسه مش فيه إنه هو تحدث عن سرعات لعبي نادي الزمالك الزمالك من مباراة كثيرة ماضية واضح أنه بيعرف يعمل التحولات بسرعة شديدة جدا التحولات الدفعية للهجومية بيعملها في كل المباراة بسرعة شديدة جدا آخر مباراة بين الأهلي والزمالك كان عنده التحولات ده تعملها بامتياز وقدر يتعادل مع النادي الأهلي 2-2 من الكرة من الدفاع للهجوم بتوصل بمنتهى السرعة بيستغل أشرب من شرقي وزيزو معاهم سيفي الجزيري السرعات مش طبيعية وبيعرفوا ينقلوا الهجمة بشكل مش طبيعي فكان لازم هو يكون عامل حسابه في هذا الأمر بس تاني وألف تاني وألف لسه لسه صعب تحكم على السوارش صعب جدا مش منطقة خالص